مجرم الحرب حفتر يتعهد للولايات المتحدة الأمريكية بفتح المواني والحقول النفطية على الفور هذا ما أعلنته السفارة الأمريكية بليبيا ليلة السبت بعد قفل دام قرابة تسعة أشهر أدت لخسائر كبيرة في خزينة الدولة أكدت السفارة الأمريكية أن المؤسسة الوطنية للنفط ستستأنف عملها الحيوي وغير السياسي بعد اتفاق ليبي سيادي وبعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن خسائر بلاغة عشر مليارات دينار الليبي التي أدت إلى ارتفاعات قياسية في سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية إلى جانب التسبب في اغطاء التيار الكهربائي لأيام وساعات طويلة في ظل انتشار فيروس كورونا مما زاد من إنهاك المواطن الذي يعاني من آثار الحروب وقلة السيولة كل ذلك لم يكن سببا لجعل حفتر يعيد فتح الحقول فوفق السفارة الأمريكية أن حفتر أكد التزامه الشخصي بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل في موعد أقصى الثاني عشر من سبتمبر بعد اتصال السفير الأمريكي رغم وعوده السابقة التي لم تتحقق وفي ظل انتشار الكبير للمرتزقة الروس لكامل الحقول والمواني النفطية أكدت السفارة أن وجود المرتزقة والميليشيات المسلحة بالحقول يشكل تهديدا كبيرا لاستئناف إنتاج النفط ومع استمرار هبوط طائرات الشحن العسكرية ووجود البوارج الحربية بالمواني والحقول بالهلال النفطي ترسل من قبل الدول الداعمة لمجرم الحرب حفتر يؤكد مراقبون أن فتح الحقول واستئناف إنتاج النفط مرتبط بموافقة الدول الداعمة لحفتر فهل سيكون هناك فتح جدي للحقول من قبل حفتر وميليشياته وإنهاء الأزمات التي تعصف بالمواطن أم سيكون إعلان حفتر وميليشياته على غرار المرات السابقة ترجمة نانسي قنقر